السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أخوات في العالم شرح سريع كده معنا هو طريقة التحكم في الإشارات اللي بتوصل من أصدقائك على الفيسبوك يعني لو صديق عمل لحضرتك إشارة فتقدر حضرتك تتحتم فيها بالسماح لها أو إن حضرتك ترفضها طيب قبل ما نبدأ في شرح اليوم لو حضرتك أول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب أكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد وخلونا نشوف الطريقة خطوة بخطوة كل اللي هنحتاج نعمله مع حضرتكم مباشر هنفتح حسابنا على الفيسبوك هندغط على الثلاث شرط من هنا وبعدين هننزل تحت على الإعدادات والخصوصية وبعدين الإعدادات وفي الإعدادات هندخل في القسم الخاص به الجمهور وإمكانية الظهور هختار منه الملف الشخصي والإشارات وبعدين هنزل تحت هنا بيقول لحضرتك هل تريد مراجعة المنشورات التي تتم الإشارة إليك فيها بتكون متوقفة أو مش متفعلة هنفعلها وبكده هنروح على الملف الشخصي يعني هضغط على الصورة بتاعتي وبعدين على الثلاث نقاط من هنا وبعدين بلاي حاجة اسمها مراجعة المنشورات والإشارات هنا هتظهر كل المنشورات اللي هيتجيلي عليها إشارات من أصدقائي إما أسمح لها أو أن أنا أرفضها وبكده يكون انتهى شرح اليوم أتمنى أن أكون أفدت حضرتك ولو بمعلومة ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك بكل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته